لم يعد المنع محصوراً على تلك الجوازات الصادرة في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي فتلك الأخيرة ردت بالمثل ولم تكتفي برفض الجوازات الصادرة عن الشرعية فحسب بل أمرت أفرادها بالضبط جوازات السفر الصادرة من مناطق الحكومات الشرعية هنا مذكرة عن إدارة أمن صنعاء يوجه فيها وزير الداخلية التابع للميليشيا كافة الأجهزة الأمنية ونقاط التفتيش في مناطق سيطرتها بالضبط ومصادرة جوازات ووثائق السفر الصادرة من وكالات السياحة أو مكاتب فروع الجوازات في مناطق الشرعية خطوة كهذه جاءت بعد عام كامل على إصدار الحكومة الشرعية قراراً قضى بمنع التعامل مع جوازات السفر الصادرة من المناطق الخاصعة لسيطرة الحوثيين ابتداء من يناير 2016 وأصدرت بذلك تعميماً إلى سفارات جميع الدول بعدم جواز التعامل معها بين تلك القرارات الصادرة من الحكومة وأخرى صادرة عن ميليشيا الحوثي يقف المواطن اليمني حائراً ومحاصراً خاصة أولئك الذين يحتاجون إلى السفر الخارج بغرض العلاج أو الدراسة في ظل منع التحالف الرحلات الجوية من أحد عشر مطاراً من أصل 13 والسماح للرحلات على طائرات اليمنية الثلاث وهي حجم ما تملكه الحكومة اليمنية وما يفاقم من هذه الأزمة خاصة في مناطق الشرعية هو انعدام توفير الجوازات بين فينة وأخرى وتصاعد الغضب الشعبي من حالات فساد تقضي على ما تبقى من أمال الناس وفق تحقيقات صحفية فإن كميات كبيرة من الجوازات يجري التلاعب في إجراءات صرفها وبيعها في السوق السوداء بآلاف الدولارات وفي ظل هذا الوضع يبقى المواطن اليمني في الداخل مكتئباً وذاوياً في النزوح وأرصفة الفاقة فيما يعجز المغتربون في الخارج عن العودة ويكتبون على أنفسهم الشتات بعد أن أغلقت كل منافذ البلاد وفقدوا ما تبقى لهم منهويا